ناس الدغيدي المخرجة المصرية نحكيه على برنمج القرار مع نديا الزعبي على قناة الغد وكانت المخرجة المثيرة للجدل ناس الدغيدي ضيفة وكل عادة تصريحاتها ما تمرش مرور الكرام تصريحاتها دي مسادمة وتتحدى بها المجتمع نحكيه على التحرش تصريح أثار الجدل كبير خصيصا في المجتمع المصري خلينا نسمع ناس الدغيدي شنو قالت؟ أنا مش عارف عن إيه تحرش التحرش ده بتبقى سبب فيه ستوار طبعا ساعت كده بتبقى يعني بصي فيه سبب فيها بس عم بتحمل الست هو المسئولية كميرة لا بحملها لأنه هقولك ليه مثلا أنا أقول أنا حد اتحرش بيه اتحرش بيه ليه مثلا هو مريض لا هو مريض دي ياخد بالقلم على طول فميش هكامل يعني لو تجاه داخل عليك مريض راك خلصت الشغلانة نعم بس أنا بتكلم أن فيه ستات بيلعبوا لعبة ويقولك التحرش وبيلعبوا بيها ساعة فأنا مش مع مش إنه التحرش بيجي من الرجل الست فيه جزء من تصرفتها تخلي الرجل يتحرش بيها ومرأة أخرى يتطرح موضوع لمساكنة ينسي ديغيدي تأكد إنه هي عاشت فترة زمنية مع زوجها قبل الزوجة مساكنة عشتيها؟ كان مع جودي قبل ما تجوزوا أكيد يعني يعني عد 9 سنين بحب 9 سنين بتحب بيه ومساكنة كم سنة؟ شفاكرة تصريحاتي نيسي ديغيدي أثروا جدال كبير على مواقع تواصل الاجتماع حتى نوصل رجال دين جيوبوها بتدوينات على مواقع تواصل الاجتماع يقولوا إنه هي قاعدة تتحدى في العادات والتقاليد والمجتمع العربي وخاصة الدين وقاعدة تغير في عقلية الشباب خاصة ويجب الترايف في التصريحات اللي قاعدة تقدم فيها في برامجها نبدأ بالموضوع الثاني وتعليقها فيما يخص المساكنة مش نحكي في الموضوع هذا بينصير السؤال ليك محمود وليبقية الفريق علش؟ ثم ناس توصر في تونس في مصر في كذا هي حرار تعمل شو تحب هي حرار تعمل شو تحب على التصريح بأشياء صادمة التسعة وتسعين بالمئة من مجتمعاتها حتى لو كان الفينومين موجود في تونس موجود في مصر موجود في المغرب موجود في كذا لماذا الإصرار على أن نجي نقول حاجة بشي ترتب عليهم بعد مليون كومنتر سابين مليون كومنتر تهديد مليون كومنتر هات كعرات بشوالي هي تقول أنا عايشة تحت التهديد ويمكن غضو يخرجوا لها فيها متشدة يهدوها بالقتل وممكن تتفرض عليها زاد حماية أمنية عمي ذنب هذا كل في سبيل البوز ماذا إيش تحب عايش الموساكنة زواج هاي ناس تغيدي آخر فيلم عملته وشنوه يظهر لي عندها من العرشين عاشرة ولا أكثر من قدش بالعام ما عملتش فيلم دوك اليوم وراوهم مش ترجع للحياة مش ترجع عادي معنا تقولينا حاتا في تونس صحاتا كا منتج ولا فنان ولا مسرحي ولا وياه مش هاي transbody ويد mieux ماذا مش ترجع حتى بش يجيب له سب ماى يا موش و يقولي كسي للباة بيرز ويوليك سيان بيرز فالأخر للباد بيرز لعباد اسمك يدور هان نحكيوه عليه هي مصريه ونحكيوه علاه في بلاتوري اليوم في تونس داك الإشكال اليوم إنه كان تحمل قناعات هذهها ماي الطّع عاملها القناعات هذا ولكن إنك تخرج باش تستفز جزء كبير كما مثلا فم عباد تحب تحكي في مواضيع اللي نعرفه تستفز أقلية مثلا نحن وبالرغم من هذا اللي تستفز الأقلية ما نحاوله ما نحكيوش فيها بش ما نستفزوش حتى الأقلية هي اللي يزي ما تخصش أقلية الموضوع دي ولكن تخص أغلبية وتحاول تستفز الأغلبية هذية بطريقة اللي يخليني يقول قاعدة هذيني يقول لك يجيب سب روحه معنا يجيب سب روحه أنا ما نفهمش هالمنطق هذين تعني حتى بش نظهر بش نرجو يحكي والي نقول كلام نتسبع لي تتسبب أمي تسبب أبا تسبب بنتي يتسبب ولدي معنا هذة كل في أني نظهر برنس ويليام شاكسبير جاوبها وقت اللي هو ويليام شاكسبير قبلها بمتين ألف سناء أشخال لها قالك الناس هذوم ما يزي ممكن تتجاهلوهم لأنه أشخال قالت تجاهل أفضل رد فعلت وجاه أشخاص لا ينفعوا معهم الكلام هذية حديث نقيسة احنا ما حبيش نرجع نقول للجماعة هذية المرة هذية حديث نقيسة معا جاهلها تحب تعمل البيز تعمل البيز في دارك وسكر على روحك البيب وغزر روحك في المرية بربي على محمود أنا معا موقف محمود هذو مع بيت حير في اسمه وكله معاك وأول مرة تعطي موقف لكيب الكل معاك أما الارقام اللي تبدأ طيش فيهم وعشر سنة أخر فيلم عملته وهي مجنون أميرة عام 2009 ايه عشر أقسر بالعشر سنة خمس تاشر سنة يا ودي دي ما عندك خمسة سنة هو يحبي يقول لك كيف نحكي يا ناسي صغيدي نحذر حذر ما تبدأش تحكي دوميل نوف مجنون أميرة بطولة ماروين فهمي فهمي ماروين فهمي ماروين والمرأة اللي معاه ينسي صغيدي هوي سندر الله أنا مانيش موافقة محمود مش فريق كل يعني منتصورش اللي ناسي دي غيدي قاعدة تلوج على تريند ولا تلوج إنه اسمها يحكيوا علي ولا يحكيوا على تصريحات منو للدنيا معنى من اللي بديت في مشوارها في الإخراج هي معروفة بالأفليم الجريئة من رجل واحد لايك في وقت مثل محمود حميدة ومعاه يسرى ولهام شهين كيف كيف البحثت عن الحرية مذكرات مراقة مع هند سابري وكل مرة تظهر في البرامج تكون معناها تصريحاتها مثيرة للجدل هي حتى روحة في خانة إنو هي امرأة متحررة أين الرأي من الغباء حتى كنتي متحرة تعرف الراي معناها متاع المجتمع وتعرف الراي الأغلبية دونك من الغباء إن كنتي تحط روحك في بلاسة كما هكا في موضع سبين وتخالف الأغلبية وتخالف حتى العادات وتقاليد ودينا متاعنا التسريح الأخير ما يسحق أشانا نحكي وعدية لأنو كتقول التحرر السبب في المرأة تحل الباب مريد كيفاش أهل سو كنت رودي هيا والا هذي ناس الدخولة الفيمينيست أهل سو كنت رودي معناها راو تحل الباب كبير عذاك منيش ندور توردو سابب خاطر حتى بشقول ساعات مريد على خاطر الساعات هذيكم تولي كل واحد كيفاشيرها لبس الغزرة خروج كذي تولي تبرر به بيب اختير مريد حلته اللي هو بيب تعالي منه المرأة في العالم العالم بسفة كبيرة تحرش سيدي بو سيد شعندك اه اقوله تعالى ولا يحب الله الجهر بالسوء وش معناتها ربي قل ربي هدها مريد حتى واحد كان نشربه لحاجة السطر هو ربي سترك بيسير ومساكنة ولا اللي هو أنا أنا مع المساكنة بعد الزواج مثلا حلوة مش ترعاشناك زعم مجعني زعم تخنا مع المساكنة بعد الزواج ايه ما نقول ربي هدها وخاصة المجتمع المصري المجتمع محافظ وزايد مش نشو ضد المجتمع زايد وشو تربح بارالك تاخد سبين ايش تحب ما انا ما هو القوانين تكفر لك هاته انت حرة